أقول لهم جميعا أخطأتم خطأا كبيرا وارتكبتم واحدة من الكبائر ما كان لكم أبدا أن تفعلوها وإنه للخسران المبين نعم خسران المبين شكت إحداهن فقالت والله خرجت عدة مرات في هذا اليوم في يوم العيد خرجت من بيتي من باب المنزل عدة مرات وامتدت عيناي أو امتد نظري إلى أول الشارع ورضرت في الشارع بطوله على أمل أن تقع أو أن يقع بصرها على الحبيب الغالي الغائب الذي تنتظره تنتظره لتفرح بمقدمه عليها وعلى أبنائها تنتظره لتقول لأهل المنزل هذا أخي هذا شقيقي الحبيب جاء لزيارتي وزيارة أبنائي حتى إذا لم تقلها كما قلتها أنا الآن فإن لسان حالها وهي سعيدة مصرورة بوجوده معها في بيت زوجها ومع أبنائها فإن لسان حالها يفصح عن ذلك عبد الله عبد الله إذا كنت قد فعلت ذلك كما تقول صاحبتنا وحرمتها حرمتها من الزيارة السنوية في هذا اليوم المبارك في يوم التراحم والتزاور إذا كنت قد فعلت كما تقول ابنتنا الكريمة فقد ارتكبت واحدة من الكبائر تقول وأظل على هذا الحال على مدار اليوم والأمل يتجدد في صدري أنه سيأتي بعد قليل فأخرج وأعود فإذا وصلنا إلى آخر النهار تضاءل حجم الأمل رويدا رويدا حتى انقطع الأمل تماما في زيارة الحبيب الحبيب الذي خرجت وإياه من صلب رجل واحد ومن رحم أم واحدة وأصبح كل منا مستقلا بمعيشته أنا في معية الزوجي وهو في معية زوجته ولم يعد بيننا تواصل إلا في مثل هذه المناسبات السارة ماذا تقول لربك يا عزيزي ماذا تقول لربك الكريم وهو يسألك عن قطيعة الرحم يوم القيامة ماذا تقول وهي تشكوك لله تبارك وتعالى فقد أسقطت أسهمها في بيت زوجها ووجهت لها إهانة موجعة موجعة عندما حرمتها من الزيارة تلك الزيارة التي ترفع أسهمها نعم والله ترفع أسهمها في بيت زوجها أمام أهل الزوج وأمام أبنائها ماذا أنت قائن لله تبارك وتعالى إذا قدمت شكواها فيك للرحمن الرحيم يوم العرض عليه والحساب جهز إجابة ووالله لن تجد لها إجابة ترجمة نانسي قنقر